هذا الملخص مقدم لكم من قناة ملخصات كتب مع قناة ملخصات كتب كل الكتب بين يدي في ملخص هكذا تكلم زردشت للمؤلف فريدريك نيتشي فيلسوف ألماني تأملات زردشتية تتألف من أربعة أجزاء تتكون من سلسلة من المقالات والخطب تعليق على الكتاب يتفق كثير من المفكرين على أن أفكار نيتشي وفلسفته غير صائبة وأنها تتضمن أفكار ومفاهيم راديكالية وقفت ضد الديمقراطية وعداء سافرا للنساء منذ منتصف القرن الماضي واكتشف في أفكاره فكر مناهض قوي لليسار الأوروبي فلسفة الكتاب وجه نيتشي أفكاره بالدرجة الأولى إلى الحضارة الأوروبية وحدثتها وعقلانيتها وليس إلى السيطرة الرأسمالية وتكنولوجيتها وهو بذلك نقضى انثروبولوجي وليس سوسيولوجي كما أن مفهوم السياسة الكبرى الذي ضع إليه ما هو إلا نعكاس لعدائه الشديد للديمقراطية والاشتراكية والمسيحية باعتبارها تمثل أخلاق العبيد هدف نيتشي إلى تعرية الغريزة البشرية في الأخلاق من أجل هدم الأخلاق البرجوازية وتعريتها على حقيقتها مثل ما حارب الأخلاق النفعية باعتبارها فلسفة للخنازير حسب تعريفه تقوم على الجشع وتتميز بالحرص الممزوجي بالجبن لتحقيق المآرب والمنافع وبهذا فالأخلاق عنده ليست سوى استراتيجية للدفاع عن مصالح محددة تمنع الفرد من إطلاق العنان لرغبته فلسفته في الإنسان المتفوق تأثر نيتشي بنظرية التطور فبن نظرياته التي تهدف إلى هدم الدين والمسيحية خصوصا وبناء الإنسان المتفوق وكذلك نظرياته في التكرار الأبدي على ما نصت عليه نظرية التطور ففي سلسلة التطور كل نوع أوجد نوعا جديدا متفوقا عليه إلا الإنسان وكان تطور تلك الأنواع ناتجا على الانتخاب الطبيعي حتى وصلت حلقة التطور إلى نوع الإنسان وهنا توقف التطور حسب نيتشي ولا سبيل إلى إكمال مسيرته إلا عن طريق تطور الإنسان إلى نوع جديد هو الإنسان المتفوق ولكن هذا التطور ولأنه متقدم جدا في سلم الحياة يتطلب كلا نوعي الانتخاب الطبيعي والاصطناعي ولأن الانتخاب الطبيعي قائم أساسا على القوة والبقاء للأصلح فلن يبقى إلا أقوى الأفكار وأقوى البشر ومن هنا نتبين سبب تمسكه بأخلاق القوة وإرادة القوة التي بنى عليها نظرياته الأخلاقية فلسفته في الأخلاق في مجال الأخلاق فلسفته هي الأكثر سيادة في هذا الكتاب إن الإرادة هي من تحدد اتجاهاتنا واتجاه الحياة نفسها وهنا يظهر تأثره بشوبنهاور وكتابه العالم كإرادة وفكرة وهي من تقرر إذا ما كنا نفعل فضيلة أم نفعل سواها حسب نيتشي بإمكاننا تحويل الشهوة إلى فضيلة عندما نضع فيها مقصدا ساميا وكل ما كان في الماضي هو ما أرادته الإرادة أن يكون فعلا لذلك لحاجة بنا إلى ندب الماضي ولعنه وهي نظرية قريبة من الجبرية حسب نيتشي أيضا إنه ينبغي أن نفعل الفضيلة لذات الفضيلة ولا ننتظر ثوابا عليها لأن الفضيلة هي ثواب نفسها فالوصول إليها هو ثوابها ويقول أيضا أن أخطر الناس هم أهل الصلاح والعدل لأنهم يحاكمون بكل إخلاص ويقتلون بكل صلاح ويكذبون بكل عدل حسب قوله وهم يعتقدون بأنهم يعرفون ما هو خير للبشر وما هو شر عليهم ومن هنا يمارسون وصيتهم الممقوطة ولكن نيتشي يقرر لنا مخرج من أهل الصلاح هؤلاء بقوله إن الخير والشر نسبيان فما هو خير لك لا يعني بالضرورة خير لي بل ربما يكون شرا علي فما تراه أنت خيرا أراه شرا في أحيان كثيرة لذا فلكل طريقة ولا توجد جادة سليمة واحدة يسير عليها العالمين فالحكمة تقتضي على الإنسان أن يعرف خيره وشره وأن يتكامل في خيره وشره كما أن الشر الأعظم ضروري للخير الأعظم أما ما يتعلق بإرادة القوة فنيتشي يقدسها ويعبدها ويرى دوما بأن من حق الأقوى أن يحكم والشعب الأقوى أحق بمقدرات الأضعف فهو يرى أنه لا مساواة لكن نعم للعدالة وبدل العقل والعقلانية جعل الجسد هو العقل الأكبر وأن اللاعقل هو المصدر الأصل ففي كل مكان يكاد يكون الجنون وهو الذي يفتح الطريق أمام الفكر الجديد وعلى البشر أن يحقق أهدافهم الكلية والإنسان المتفوق هو الذي يستطيع تحقيق الأهداف والارتفاع إلى مستوى الحب القدري وبهذا جعل نيتشي الإنسان كمؤدب الإنسان ومن يستطيع تحقيق الأهداف عليه أن يعرف أنه يحتاج إلى أسوأ ما فيه إذا أراد أن يصل إلى أفضل ما فيها وهو بهذا لا ينادي بتحرير الغرائز بقدر ما يريد إدفاء الصبغة الروحية عليها وتحويل الطبيعة إلى عمل فني والعودة إلى الأبدية يمثل نيتشي في الواقع نزعة عدمية بأحلك صورها فهو يقول بأن الحقيقة والكذب يوظفان دوما من أجل الكائن المتفرد كما أن الحقيقة والوعي والعقل والموضوعية والأخلاق وكل ما على الأرض في هذا الزمن إنما يبرهن خطوة في خطوة بكونه تدهوراً أمام قرف الحياة وأمام هذا العجز والإحباط ليس هناك من مخرجاً سوى تحرر الأنا والدخول في نيرفانا الفنى فلسفته في المرأة يذوم نيتشي المرأة رغم ترعرعه طيلة عمره مع أمه وأخته حيث قضى أباه وهو بعمر الخامسة والنتيجة كانت فلسفة مؤذية للمرأة في كتابه يحذر من اتخاذ المرأة صديقاً فهي لا تصلح سوى للحب وهي مشرد لعبة للرجل ولا هدف منها ولا مهمة سوى الولادة وهي لا تعرف الشرف ولا تدري ما هو حيث يذكر في الجزء الأول من هذا الكتاب إذا ذهبت إلى المرأة فلا تنسى الصوت وحسب مفهوم نيتشي فإن الزواج ينحصر هدفه في إنتاج الإنسان المتفوق لذا ينبغي أن يقام الزواج بأقصى قدر ممكن من الكمال فيجب أن يسبق الزواج فترة يلتقي فيها المرأة والرجل ويتعايشان لينظره هل بإمكانهما لاستمرار في زواج يربطهما إلى الأبد اقتباسات من الكتاب هناك دوما شيء من الجنون في الحب لكن هناك دوما شيء من العقل في الجنون أيضا أما الآن فقد حولت حبي إلى الله وما الإنسان إلا كائن ناقص فإذا ما أحببته قتلاني حبه إنني أستعرض جميع ما كتب فلا تميل نفسي إلا إلى أن ما كتبه الإنسان بقطرات دمه كتب بدمك فتعلم حين إذن أن الدم روح وليس بالسهل أن يفهم الإنسان دما غريبا كل إنسان تعجزون عن تعليمه الطيران علموه على الأقل أن يسرع بالسقوط وحدة البعض هي هروب المرضى ووحدة البعض الآخر هي الهروب من المرضى أن أحيا كما أريد أو لا أحيا إطلاقا أحمق من لا يزال يتعثر في الأحجار والبشر تجدون رابط شراء الكتاب بمربع الوصف أسفل الفيديو اشتري الكتاب ليصلك إلى منزلك هذا الملخص مقدم لكم من قناة ملخصات كتب فإذا أعجبك الملخص اضغط على لايك وشاركه مع الأصدقاء واشترك بالقناة إذا لم تكن مشتركا ولا تنسى تفعيل جرس التنبيهات ليصلك إشعار فور توافري ملخص لكتاب جديد مع قناة ملخصات كتب كل الكتب بين يدي في ملخص إلى اللقاء